السلام عليكم يعطيكم العافية طلاب العزاء طلاب الصف العاشر اليوم راح نحل ان شاء الله اللي هي الرايتنج في الابريزنتيشن موجود في الاكتيفتي بوك بيج خلي نشوف اي بيج بيج سفنتين اي تين بيج اي تين صفحة ثمنتعش طبعا هاي ما كملنا حلها راح نحل الان طلاب العزاء مع بعض اول اي شي طبعا رايت نوتس المطلوبة ان اكتب ملاحظات فور ابرزنتيشن يعني بدك تعمل تقديم عرض ديسكرايبين واصفا سمت تونتي فرست سانتشوري اوبجيكتز بعض الاشياء اللي موجودة في القرن الواحد وعشرين ميوزيومز المتاحف كنتين اوبجيكتز تحتوي على اشياء ذات تل اس الوط اباوت the lives of people بتخبرنا كثير عن حياة الناس لونج اجو في الماضي اعمل اشياء في اشياء تحدث يوميا بالاشياء اليومية التي ستخبر الاجيال المستقبل القادمة عن القرن الواحد وعشرين في الاردن يعني حاول انك تضمن وصف مختصر وقصير لكل شيء وليش اخترتو ايش بيقول للناس عن نمط حياتك وثقافتك طبعا everyday life at home اخترنا هذا اللي هو اشياء موجودة في الحياة اليومية vacuum cleaner اللي هي المكنسة الكهربائية vacuum cleaner is used for cleaning floors of our house and other surfaces by sucking up dust الغبار and dirt and dust نشطب هايك dust and dirt using it quite easy استخدامها سهل جدا it makes our lifestyle easier طيب اشياء لها علاقة بالانتتايمنت انتتايمنت معناها الترفيه اشياء لها علاقة بالترفيه تليفجن التلفاز تليفجن is a device هو عبارة عن جهاز shaped يعني شكله like a box مثل الصندوق with a screen بشاشة which receives يعني يستلم signals الاشارات and changes them into moving images and sounds watching tv programs مشاهدة برامج التلفزيون is interesting رائع ومتعة and entertaining in our free time طيب jewelry and clothing اللي هي المجوهرات والملابس gold is a valuable shiny yellow jewel يعني هو مجوهرة لونها أصفر لامعة وقيمة people wear gold watches يرتدون السعادة الذهبية and necklaces والعقد العقود also dresses and trousers that people wear to cover protect their bodies الملابس اللي يلبسوها الناس these jewelry and clothing decorate بتزين our body أجسادنا we wear smart and casual clothes نلبس ملابس smart and casual طيب education اللي هي مقصود فيها التعليم education طبعا عندنا اللي هي smart board smart board اللي هي السبورة الذكية أو اللوح الذكي smart board are interactive smart boards هي طبعا ألواح ذكية وتفاعلية يعني الطالب استطيع أن يكتب على smart boards they are known as an electrical white board وهي معروفة بأنها ألواح إلكترونية يعني مثلا لها علاقة بالكهرباء ألواح كهربائية they are low images تسمح للصور from a computer screen يعني لما تشبك الكمبيوتر في smart board تظهر على الشاشة والآن أصبح التدريس يعني في أغلب الأماكن باستخدام smart boards اللي هي الألواح الذكية to be displayed into a classroom اللي تم عرضها في الصف board using a digital projector مرة تستخدم البروجيكتر the teacher or student المعلم أو الطالب can interact يستطيع يتفعل with images directly بشكل مباشر on the screen using a tool or even a finger يعني الطالب بستطيع أنه يطلع على السبورة ويكتب براحته باستخدام الإصبع وهكذا طيب هاي خلينا نشيلها الآن خلينا هاي نكبرها عساس تكون أكبر اللي هي sport and objects sport and objects طبعا sport اللي هي الرياضة أشياء لها علاقة بالرياضة الآن ننتكلم عن أشياء لها علاقة إيش برياضة sports and objects خلينا نشوف مع بعض هاي sports and objects المقصود فيها الأشياء الأجهزة أو الأدوات اللي مستخدمها في الرياضة أول إشي sport equipment اللي هي أدوات الرياضية أو المعدات الرياضية sport equipment are the tools هي الأدوات and materials والمواد used to compete in a sport يستخدموها الرياضيين للتنافس كلمة compete يعني يتنافس the equipment ranges from balls nets and helmets يعني الكرات الشبكات الخوذة الرياضيين استخدموه sporting equipment can be used as a tool used to help the athletes بتساعد الرياضيين play the sport overtime على مدار الوقت sporting equipment إنه خلص overtime على مدار to make life to make sport very easy الآن طلابي العزاء في عنا هون السؤال الثاني اللي مستخدموه خلينا نشيل هاي الإجابة السؤال الثاني اللي هو رقم عشرة السؤال رقم عشر تن شو بطلب السؤال طبعا ما راح حلو في هذا المكان راح حلو بالمكان ثاني السؤال هذا بيحكي لك imagine imagine يعني تخيل imagine بمعنى تخيل a time in the future يعني وقت في المستقبل يعني مثلا تخيل إنه إحنا وصلنا عام الفين وخمسين تمام you are given a presentation أنت الآن في عندك عرض تقديمي to a group of student لمجموعة من الطلاب about the objects عن أشياء from the 21st century من القرن ال21 write a presentation اكتب تقديم عرضي describe the objects أوصف هاي الأشياء and say what they were used for وقل فيما كانت تستخدم how they were used كيف كانت تستخدم and what they tell us about the lives of people in the 20th century هون أنا كتبت الموضوع كامل خلينا نقرأ لكم مع بعض هذا البرزنتيشن طبعا بيحكي لك vacuum cleaner بدأنا هيك بهذا الشكل vacuum cleaner اللي هو المكنسة الكهربائية was used for cleaning floors تستخدم لي تنظيف الأرضيات خلينا نعمل هون drawing okay this one floors of our house and other surfaces والسطوح أخرى by sucking up dust بأخذ الغبار dirt الأوساخ and dust حي ما فيش داعي لها dust مرة ثانية مكررة using it is quite easy استخدامها السهل نفس الكلام اللي كتبناه بالإجابة في سؤال تسعة لكن فيه تزويد إشي بسيط makes our lifestyle easier in the future الآن هذا اللي بدأ أزود عليه in the future في المستقبل it will be by sound commands يعني رح تكون عن طريق الأوامر الصوتية تمام يعني فيه تطور رح يكون فيه تطور it will be robotic رح تكون عبارة عن روبوت they clean without commands بتنظف بدون أوامر television was a device shaped like a box with a screen which receives signals and changes them يغير الإشارات into moving images الآن التلفزيون بيستلم الإشارة وبيغير هاي الإشارة إلى إيش إلى صور متحركة and sound watching TV program مشاهدة برامج التلفاز is interesting هي ممتعة and entertaining ومرفيها in our free time في وقت فراغنا in the future الآن الجملة اللي بدي أضيفها شوفوا كيف طلابي لعزاء الجملة in the future it will be touch screens رح تكون عبارة عن شاشات لمس يعني فقط فقط تلمس الشاشة تغير القناة مثلاً تتحكم بالشاشة عن طريق التوتش televisions will be three dimensions رح تكون ثلاثية الأبعاد إذن هذا التطور اللي إحنا منتوقعه طيب smart boards يا سلام smart boards اللي هي الألواح الذكية هاي للمدرسين where interactive يعني كانت يعني دك تحكي أنت عن الماضي كانت إيش أنت الآن تتخيل أنت عمالك أنت موجود في 2050 في المستقبل where interactive يعني كانت تفاعلية smart boards وذكية they are known as an electrical white board معروفة بأنها هي الألواح electrical يعني لها علاقة بالكهرباء they allow images from a computer screen to be displayed تسمح للصور من الكمبيوتر بالعرض into a classroom في الصف board على اللوحة الصفي using a digital projector باستخدام إيش طبعا البروجكتر the teacher or student can interact يستطيع أن تفاعل with images directly on the screen using a tool or even a finger باستخدم ممكن استخدم قلم بكتب على هاي السبورة أو هذا اللوح أو بالإصبع in the future they will be interactive screens راح تكون عبارة عن شاشات تفاعلية students will be able to talk to a smart board راح يستطيع الطلاب أنهم يتكلموا مع هاي الألواح and give them orders يعني أنت بدك تتوقع تطور في هذا الموضوع آخر إشي خلينا نحكي عن sporting equipment اللي هي الأدوات الرياضية sporting equipment إيش مالها sporting equipment بنحكي عنها إنها wear the tools and materials هي المواد used to compete اللي تستخدم للتنافس in sport في الرياضة the equipment ranges يعني بتترتب من إيش from balls الكرات nets and helmets sporting equipment can be used as a tool used to help the athletes بتستخدم عشان تساعد الرياضيين play the sport تلعب الرياضة in the future الآن هذا الإشي اللي بدي أضيفه طلاب العزاء من هون يعني الإضافة اللي بننضيفها على الكلام اللي كتبنا بتمرين تسعة من هون in the future they will be very digital رح تكون عبارة عن رقمية and smart وذكية athletes will be able to do many things at the same time الرياضيين يستطيعوا أن يفعلوا أشياء كثيرة في نفس الوقت with the same equipment that are very smart وانز رح تكون عبارة عن ذكية إذن طلاب العزاء هذا هو حل التمرين كامل يعني إن شاء الله أننا نكون يعني حلناه كامل هاي بإمكانكم الآن تصوروا هذا الحل طلاب العزاء تكتبوا عندكم على الكتاب إذن طلب منك أنك تحل هذا التمرين هذا هو الحل كامل طلاب العزاء طيب الآن رح توقف رح أخلي هذا الفيديو لحال حصة لحال بعدين نبدأ إن شاء الله بحل اليونت اللي بعد يعطيكم العافية thank you very much indeed thank you for your company see you next time